تشكلت مميزة تختارها عن طريق أول شيء تكون فيها اللمعة ثاني شيء تكون محفوظة بشكل كويس وهم شيء يعني الأوريجين والصورة طيب الشكولاتات اللي مثل هذه اللي نحن نسميح حلويات فرنسية كيف أنا أعرف لما نروح المحل أنه هذه طازة ويعني كم المدة المفروضة اللي أنا أسأل الشيف أو صاحب المحل اللي يبيع البائع أنه هذه الشكولاتة أن أنا أشتريها أو لا كم المدة اللي تقعد في المحل يختلف من النوع اللي التاني مثلا فيه الشوكولات اللي بتكون عبارة عن ناتس أو الخام يكون تصنيع الناتس فهذه تكون شرف لايف شوية أكتر فيه النوع الثاني اللي بيكون قناش اللي بيكون فيها كريم مع شوكولات هذه شرف لايف تكون شوية أقل جميل جداً شف أنس حقال نورتنا ويعطيك العافية وكل عام وكل محبية الشوكولات بألف خير إن شاء الله شكراً لك يا أتمنى